طبعاً فاكرين نظام البي او تي لأي شركة تيجي منبرة أو مجموعة شركات يبني مثلاً محاطة كهرباء يبني ميناء يبني مطار بنظام البي او تي يعني يبنيه ويديره لفترة من الزمن وبعدين الدولة تاخده تاني اول مشروعات في قطاع الكهرباء الدولة استعادتها النهاردة مصر تستعيد محطات كهرباء نفذت بنظام البي او تي بعد انتهاء مدة امتيازها اللي كانت 2002 محطة كهرباء اربع وحدات انتاج كهرباء خليج السويس ديكرير من ادارة رجعت من ادارة الشركة الماليزية اللي كانت قد نفذتها بنظام البي او تي وكذلك استلام وحدتي انتاج كهرباء شركة بورسعيد خلال اسابيع بعد انتهاء فترة انتاز للشركة الماليزية طبعا محطة شرق بورسعيد بتضم وحدتين انتاج بخدرات اجمالية تبلغ 682 ميجا وتعمل بالغاز الطبيعي والمزودة تم تشغيلها تجاريا عام 2003 كانوا عشرين سنة يعني الشركة الماليزية وغدا المحطة ابن محطة وتشغلها عشرين سنة تنتج طاقة الدولة بتشيرها منها بالدولار وبعدين ترجع المحطة كلها للدولة الدولة النهاردة استلمت الاربع وحدات يبقى عملنا حاجتين جالي اصل مش انا اللي بانيه الشركة الماليزية اللي بانته فبالتالي نخدته عالجاهز اتنين مش هدفع لهم تمن الطاقة بالدولار هوفر دولار ده نموذج ناجح جدا انا بس بقول للناس ليه اخترت الخبر لانه بيعكس ان احنا ان شاء الله كل المشروعات اللي تعملت بالنظام البي او تي او بي او او تي او اي من توصفاتها ده نموذج للشراكة بين الحكومة وبين القطاع الخاص شركة تي سي اي سانمار الهندية بتعتزم ضخ حوالي 300 مليون دولار لتوسيع انتاجها في مصر من الفينايل كلورايد واعتقد انه الدولة دي الشركة دي لم يكن لها شكل دي ان توسع استثماراتها في مصر ما لم تجد بيئة جديدة للاستثمار ما لم تجد بيئة جديدة للعمل ما لم تجد بيئة جديدة للنجاح وشفنا الشركة اللي كانت موجودة في مصر وجات من كم سنة ولقت الطريق الفيوم مش مزموط زي ما كان بيحكي الفريق كامل وزير وبعدين جات النهاردة قالوا لا احنا نشتغل ونستثبت في مصر ونبني مصانع فبالتالي البنية التحتية اعتقد ان احنا فتحين مش دولة الخليج بس للهند والصين والدولة الاوروبية والمانيا وماليزيا والسبوع الجاي جاي المجموعة من الوزراء الايطاليين وزير زراعة يمكن وزير السياحة جايين عشان تعاون مصري مصري ايطالي مصري اوروبي مصري خليجي فبالتالي مصر يا جماعة فتحة زراعيها للإسمار بجد خلينا روح مع حضراتكم الى خبر مهم جدا جدا حقيقة يعني من الاخبار المبهجة البنك المركزي المصري اعلن عن تراجع حجم الدين الخارجي لمصر من 166.10 في مارس اللي فات في شهر 3 الى 152.10 في نهاية يونيو 24 يبقى انخفاض قيمة وحجم الدين الخارجي لمصر من 160 الى 152 حالو 8 مليار سددناهم وقال له محدش تكلم ليه عنه صحيح محدش تكلم ليه يعني ولما يزيد حجم الدين بيزيد مليار الدين بتتقلب ولحق وبنغرق وهنفلس وغير 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 لما يجي المؤشرات الاقتصادية والمعايير بتنضبط او حد بيشكر فينا او احنا بنلاقي ارقامنا مظبوطة يلا خبر يا عدل ومحدش بياخد باله اشوان لو في اي حاجة ايجابية بتجد محاولة لتمصها محاولة لتشويها محاولة لتشويك فيها عموما يعني انا بقول لحضراتكم